السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في اللحياكم الله أينما كنتم مطبتم وطابا ممشاكم وتبواتم من الجنة مقعدة وهذه حلقة جديدة من دورة الإجازة في كتاب لآل أمكنونة في عما يتساءلون لما أقول عدم التفاعل أنا لم أقصد عدم التفاعل باللايكات والمشاهدات أقصد بالتفاعل التطبيق لما أنت تسمع هذه الحلقة وترجع وتفكر فيها أنت وين من هذا اللي سمعته أين أنا من هذا الموجود في هذه السور ماذا علمتني هذه السورة هذا الذي أنا كنت أقصده وناويه التفاعل بأخلاقكم بتطبيقكم لما سمعتموه هذا هو الغاية ما أنه والله أنا أستمع وأستأنس الله 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 ولم يتغير في خلوقي أي شيء هذا هو الذي أنا أقصده وأحبتي في الله التنويه الثاني أنه لما تمر معنا المتشابهات اللفظية أنت لا تكتب لي المتشابهات اللفظية التي مرت معنا راح تقول بأنه مرت معنا في سورة عبس خمسطعش مادة فيها متشابه لفظي بدأت بكذا وانتهت بكذا ليش حتى تعرف أنه فعلا أنت شاهدت تابعت هذا فيما يتعلق المتشابهات اللفظية أنت ما تكتبها في الملخص وتكتب مثلا الأمور الفوائد الرئيسة يعني مثلا الآن اليوم راح لدينا سورة عبس سورة عبس راح نتناول المحور الأول أبرز الأفكار فأنت راح تسمع وتشوف أنه إذا مقسم على نقاط أنه تقول سورة عبس ركزت فيها المواضيع التالية نزلت هذه السورة بعد حادثة عبد الله ابن مكتوم ثانيا كذا ثالثا كذا بس مجرد رؤوس نقاط حتى أعرف أنه أنت والمشرفين يعرفون أنه أنت فعلا تابعت الحلقة وكل واحد يكتب بالأخير هيك سطرين أنا استفدت من هذه الحلقة كذا وكذا وكذا فقط بس نتوكل على الله يا الله سورة عبس المحور الأول كما تعودتم أن هناك أربعة محاور لكي سورة أبرز الأفكار أو المواضيع الرئيسة في سورة النبأ سورة مكية وفيها تتحدث الآيات عن دلائل القدرة والوحدانية في الخلق كله والقيامة وأهوالها وأبرز المواضيع فيها هذه السورة أحبتي في الله نزلت بعد حادثة عبد الله ابن أم مكتوم الأعمى ابن أم مكتوم هنا مكتوب خطأ أبي إن شاء الله صححها بعدين الذي أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان منشغلا مع كبراء قريش لعلهم يسلمون ويسلم معهم من يتبعهم لماذا كان منشغل أنه واحد يعني خلي أفكر أنه كيف كان منشغل أنت تعرفوا كل الزين أنه هؤلاء صناديق قريش آذوا المسلمين الذين أسلم وأذاقوهم العذاب الشديد فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم بقلبه الرؤوف الرحيم متوجها إلى هؤلاء كان يريد منهم أن يدخلوا الإسلام وطمعا في إسلامهم وأنه ينتهي الأذى عن المسلمين الذين أذاقوهم سوء العذاب المهم هذا الفعل لم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم أي انحياز طبقي بين الغني أو الفقير لكنه ظن أن الغني سيكون مؤثرا في الدعوة إن أسلم أكثر من الأعمى الفقير وأنه سيفيد الإسلام أكثر فجاء الرد من الله تعالى بأن الدعوة لا بد وأن تكون شاملة للغني والفقير على حد سواء وهذه دعوة عامة للناس جميعا بعدم الاهتمام بالمظاهر المادية للناس فالله تعالى أعلم بالسرائر وأعلم من ينصر دينه ونزلت الآية تعاتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عتابا رقيقا حتى أن الله تعالى لم يوجه الخطام مباشرة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم تلطفا به وإنما جاء بصيغة المجهول عبس وتولى أن جاءه الأعمى ثم بعدها جاء ضمير المخاطب وما يدريك لعله يزكى وهذا من حب الله تعالى لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولطفه به لأنه يعلم أنه لم يعرض عن الأعمى تكبرا حاشا وكلا وإنما حرصه الشديد على إسلام كبراء قريش وكما ذكرت في البداية حتى أحنا نفهم الله تعالى يرضى عنكم قسم الثاني أو المحور الثاني البارز ثم تناولت الآيات جحود الإنسان بنعم الله المتعددة وكفره بهذه النعم قتل الإنسان ما أكفره تأمل أيها الإنسان نعم الله عليك هذا اللي يقصده أنه أقول لك أنا التفاعل أنه أنت لما عدت تسمع هذا الكلام وين رحت أنت وين كنت قبل هذا الكلام وين صرت أنت الآن بعد هذا الكلام التي لا تعد ولا تحصى فلقد خلقك من عدم وشفاك من سقم وأطعمك من جوع وكساك من عري وأرواك من ضمأ فلماذا التكبر؟ ثم بدأ الله تعالى في وصف مراحل خلق الإنسان إلى أن يتوفاه الله ثم بعثه للحساب والجزاء فتأمل وتدبر هذه الآيات لما فيها من دلاء القدرة الله وعظمته تبهر العقول وتملأ القلوب إيمانا وخشوع تملأ القلوب إيمانا وخشوع المحور الثالث تناولت بعدها الآيات دلاء القدرة الله تعالى في الكون فقد يسر الله تعالى للإنسان والبهاء كل مقومات الحياة فلينظر الإنسان إلى طعامه وفي هذه دعوة لكل ذي بصر وبصير فلينظر الإنسان حيث يذكر الله تعالى بإحسانه إلينا فانظر إلى ما حولك هل لك يد في هذا الإبداع؟ فالذي أخرجك للحياة أيها الإنسان هو الذي أخرج لك الطعام وأبدع وهكذا يعدد الله تعالى نعمه التي لا تحصى وفضله على الإنسان ورعايته له رابعا تختم السورة بآيات تتحدث عن أهوال يوم القيامة شوفوا سبحان الله العظيم شون مرت معنا سورة النبأ والنازعات ونجي أيضا هنا عن أهوال يوم القيامة وفرار الإنسان من كل من يحب من شدة هول الموقف الذي يجي نفسه فيه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه هنا مشهد ليوم القيامة حيث يفر المرء وينسلخ ممن ألصق به من الناس ممن تربطهم بهم رابطة القرابة وقد ذكر الله تعالى فرار الإنسان من أحبابه ورتبهم على مراتبهم من الحنو والشفقة فبدأ بالأقل أخيه وختم بالأقرب بنيه لأن الولد هو أحب الناس إلى قلب الإنسان والأكثر مدعاة للشفقة حتى نفهم لماذا هذا الترتيب بدأ بالأقل أخيه ثم انتهى بالأقرب بنيه لا تقلوا لي ابنك أحب وأقرب إليك من أخوك لا تقلوا لي أنه لا شوفوا الترتيب إنه كلام رب العالمين فالله تعالى يريد أن يواجهنا في هذه السورة إلى أن الميزان الذي نزن به الناس في هذه الدنيا ليس بما يمتلكون من جاه أو سلطان أو مال أو قوة أو نفوذ فمقياس الناس غير مقياس الله تعالى يتلخص في قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم المحور الثاني ضبط المتشابهات اللفظية وهذه كما قلت إذا فيها لمسات رح نحكيها ونذكر ونحصر حتى يصبح هذا الكتاب كقاموس لدى كل معلم للقرآن ونحصر المتشابهات اللفظية في جزعهم كيف نضبط الآيات من 3 إلى 10 من سورة عبس هذه الآيات وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى هذه الآيات أنا واثق ومتأكد أنه الكثير تلتبس عليه الترتيب فخلونا نشوف كيف ممكن أنه نضبطها وما تلتبس علينا إن شاء الله تعالى أول آيتين وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى لاحظ معي دوران حرف الكث في هاتين الآيتين يدريك يزكى يذكر الذكرى دعوني فقط أكتب ملاحظات لأن هذا الكتاب الحمد للرب العالمين من خلال قراءاتي معكم ممكن أن نشوفي هاتين الآيتين هنا نقص حرف النون فأنا أكتبه هنا حتى أنا أعدل على الكتاب ومعناهما وأي شيء يجعلك عالما بحقيقة أمره لعله بسؤاله تزكو نفسه وتطهر أو يحصل له المزيد من الاعتبار والازدجار الآية أربعة أنها في الذكرى إذن أحنا راح نفكر يدريك يزكى يذكر الذكرى يعني يذكر فمعها الذكرى ثاني آيتين أما من استغنى فأنت له تصدى الغين من استغنى قبل الصد من تصدى إذن استغنى قبل تصدى أما من استغنى فأنت له تصدى ولاحظ أحرف استعلاء صاد تصدى ولاحظ ورود حرف التى قبلهما في الكلمتين ومعناهما أما من استغنى عن هديك فأنت تتعرض له وتصغي لكلامه ثالث آيتين وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى عاد حرف الكاف ليدور من جديد عليك يزكى جاءك إذن أحنا بدينا بالكافات دورانها ثم بعد ذلك لدينا استغنى الغين والصاد أحرف استعلاء حتى ممكن أن واحد يقول ماذا قصدت أحرف استعلاء استغنى غين صاد تصدى صاد أحرف استعلاء ولدينا الغين ولاحظ غروض حرف التى في الكلمتين استغنى تى صدى حتى أنه أنا ممكن أنه ما شرحته بالصورة الوافية نترجع بعدين بالآيتين التي بعدها الكاف عليك يزكى جاءك وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى لاحظ هنا دوران حرف اله وهو يخشى فأنت عنه تلهى وهو إذن أنت تذكر بأنه بعدها تلهى وهو يخشى فأنت عنه تلهى وردت معه وهو يخشى بالتركيز على حرف اله أما تصدى فوردت مع استغنى التى مع التى والغين والصاد أحرف استعلاء وكما مر معنا ومعناها وأما من كان حريصا على لقائك وهو يخشى وهو يخشى الله سبحانه وتعالى من التقصير في الاسترشات فأنت عنه منشغل فأنت عنه تتشاغل وهنا وقف أحبتي في الله لابد منها كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشغولا مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلام وجاء عبد الله بن أم مكتوم وكان أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب منه أن يعلمه مما علمه الله فعبس رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وعرض عنه برغم أن عبد الله بن أم مكتوم لم يرى العبوس والإعراء إلا أن الله جل جلاله عاتب النبي صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا كما ذكرت في البداية ونستفيد من ذلك أن صيانة الإسلام لجوهر المبادئ والحقوق والقيم لا تتفاوت بتفاوت الأشخاص جاء العتاب في صياغة سامية تدل على المكانة المميزة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتربي الأمة من ورائه على لطيف الخطاب فقال عز وجل عبس وتولى ولم يقل عبست وتوليت تلطفا مع النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما لم يكن يحرج المخطئ بالمواجهة المباشرة بل كان يشير إلى المخطئين بقول يبين خطأهم دون أن يفصح عن شخصياتهم لأن الهدف هو بيان الخطأ وإصلاحه لا فضح المخطئ وإحراجه فكان يطلق لفظا عاما مثل ما بالوا أقوام ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاهتمام بكبراء القوم يحقق مصلحة الدعوة وتوقع أن يؤدي إسلام هؤلاء الأغنياء لقوية من ذوي المكان إلى تقوية دعوة الإسلام وأن يثمر ذلك إسلام الجمع الغفير من تابعيهم وهذا ميزان يرجح يرجح الاهتمام بالكبراء فالناس يزنون الأمور بموازين مستمدة من ملابسات واعتبارات الحياة على هذه الأرض وأشهرها اعتبار المصلحة تعرضوا أحبتي في الله لو أن هذا القرآن ألفه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان ذكر أنه عبس وتولى لأنه لن تجد مؤلفا يؤلف الكتاب يضم نفسه في الكتاب لاحظتم؟ هذه فقط بس مجرد نقطة لو انتبهتم عليها لقلتم أن هذا هو قرآن رب العالمين تدخل الوحي ليضع الموازين الأجدر بالاستعمال موازين سماوية ربانية بحتة آتية من السماء غير متأثرة بماديات الأرض إنه ميزان الله جل وعلا إنه ميزان إن أكرمكم عند الله أتقاكم ميزان يجعل المقبل على الدعوة هو الأولى بالاهتمام وهو الأحق بالعناية فهو أقرب إلى أن يتطهر من ذنوبه وأن تسمو نفسه بما يتلقاه من نور الإسلام ولعله ينتفع بالموعظة أكثر من غيره سمى الله سبحانه وتعالى تشاغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الأعمى التقي الصادق تلهيا برغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان منصرفا إلى أمر جد خطير لقد تشاغل بمفاوضات يرجو من ورائها مصلحة الدعوة لكن الله جل جلاله يعلمنا أن لا نهدر الوقت والجهد مع من استغنى عن الله عز وجل وعن الإيمان واغتر بثروته أو بقوته وسلطته مثل هذا الإنسان نبلغه الدعوة ولا حرج علينا إن لم يتطهر من دنس العصيان فدعوة الإسلام غنية عن المعرضين المستغنين وصار هذا المعنى منهجا لدعاة الإسلام على مر الزمان فدل هذا على القاعدة المشهورة أنه لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة وأنه ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه أزيد من غيره فائدة ما دلال التحول الخطى في الآيات الثلاثة الأولى في سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزك من المبني للمجهول إلى الخطاب المباشر مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا من باب الالتفات في البلاغة يلتفت من الغيبة للحاضر ومن الحاضر للغيبة يلتفت هذه باللام من الغيبة للحاضر ومن الحاضر للغيبة لكن لماذا؟ إكراما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل له عبست وتوليت أن جاءك الأعمى فإكراما له قال عبس وتولى والتفت إليه لما كان في الخطاب خير لأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان منشغلا بماذا كان منشغلا في الدعوة إلى ربه يأمل إذن هو الآن في دعوة في أمل كان يرجو خيرا يأمل خيرا إذن لم يكن منشغلا عنه باللهو أو أمر غير مهم وإنما بأمر من أمور الدعوة وما يدرك لعله يزكى شوف الانتقال هنا أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى تصدى له لدعوته للإسلام إذن هو ذكر الغيبة الغيبة يعني الصيغة الغيب إكراما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبس وتولى والتفت في الخطاب المخاطب إكراما له كان منشغلا بالدعوة فعتبه عتابا فأنت له تصدى هو صلى الله عليه وآله وسلم تصدى له لدعوته للإسلام وليس لأمر من أمور الدنيا إذن هو كان منشغلا بأمور الدعوة حاملا هم الدعوة فلم يقل له عبست وتوليت ثم إشعارا له وإن كان خلاف الأولى لكن كان منشغلا يحمل هم الدعوة فإذن عتبه ربنا في الحالتين كان فيه إكرام للرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل له عبست وتوليت حتى لما قال أما من استغنى فأنت له تصدى ليس ذنما وليس عتاب شديد اللهجة لأنه صلى الله عليه وسلم كان منشغلا بأمور ماذا بأمور الدعوة وكان يريده أن يزكى هذا مسلم من المسلمين مقدور عليه يمكن أن يستدعيه لاحقا ويجيب على سؤاله أما الآن فقد حانت فرصة لدعوة هؤلاء صناديد قريش وهذا الظرف لا يحين دائما يعني ممكن الآن أن يصير عندي ظرف أن أتكلم مع هؤلاء الصناديد ممكن بالمستقبل لن يتحين لي الفرصة أن أتكلم معهم واستعمل كلمة أعمى إعذار للرجل السائل أنه هذا معذور أعمى ولو كان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم مشغولا لما سأله تبهوا لهذه النقطة يعني واحد كان يشوف ويبصر وأتى ودخل إلى مجلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يدعو صناديد قريش لما كان سأله لأنه يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم الآن منشغلا في الدعوة فيسكت حتى ينتهي الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر هؤلاء ثم يسأل لاحظتم الآن؟ فالآيات فيها غاية الإكرام للرسول صلى الله عليه وسلم عبس وتولى خلونا نفهم لأول مرة ممكن واحد يقرأ كيف عبس وتولى عبس وتولى عبس وتولى خلونا نفهم عيشوا هذه الآيات أحبة بقلوبكم شوفوا شوفوا المعاني العظيمة في هذه الآيات في هاتين الكلمتين عبس وتولى أو أنت له تصدى يتكلم عن غائب وهي أكرم من عبست وتوليت استخدام ضمير الغائب أكرم من المخاطب إذن الإكرام في الالتفات في الحالين إكراما له في الغيبة عبس وتولى وإعذار له في قوله وما عليك ألا يزكى التحول من ضمير الغيبة إلى المتكلم ومن المتكلم إلى الغيبة يسمى الالتفات ويذكر عموما هناك أمر عام في الالتفات أنه لإيقاظ النفس لأنه تغيير الإسلوب يجدد نشاط السامع وينتبه حتى لما تكون أنت كمدرس أو معلم في الصف راح تغير من نبرص صوتك مرات بعد المرات أنه توطي الصوت وبعدين تشوف لما طالت مدة الدرس شوية صارت بعد العشرين دقيقة بدأ يغفر الطلاة فأنت رأسا والآن تتصيح كذا حتى أنت أو أنت شخصا بعيني حتى أنه ممكن أنه يكون غافل أو قاعد عم بيرسم أو عم بيعمل أي شيء فتنتقل من هذا الاسلوب حتى تجدد نشاط السامع وينتبه أن الخطاب كان من غائب ثم تحول إلى حاضر هذا أمر عام في الالتفات أنه يثير انتباه السامع ويجعله ينتبه مثلا إنا أعطيناك الكوثر يتكلم تعالى عن نفسه ثم قال فصل لربك وانحر ولم يقول فصل لنا وانحر إذن هذا التفات كل مسألة في القرآن فيها التفات عدا هذا الأمر كونه لتنبيه السامع فيها أمر لماذا التفت فيه فصل لربك وانحر الصلاة للرب وليس للمعطي لو قال فصل لنا أي لأننا أعطيناك صلي حتى لا يفهم أن الصلاة من أجل العطاء لمن يعطي لكن الصلاة للرب لأنه يعطي أنه أصلي لا الصلاة للرب الله سبحانه وتعالى هذا ما أفاض به علينا الدكتور فاضل السامرائي حفظه الله تعالى طيب الآن سؤال 49 كيف نضبط مواضع وتولى تولى المواضع كما يالي أحبتي عبس وتولى الغاشية الذي كذب وتولى الليل إلا من تولى وكفر العلق أرأيت إن كذب وتولى زين الأصل أن ترد بالواب كما لاحظتم ثلاث مواضع وتولى 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 في الليل تولى بدون واب عبس الغاشية العلق بينما ورد التولى لمرة واحدة فقط في صورة الليل ونضبط على قاعدة العناية بالآية الوحيدة إذن أنا أقول في صورة الليل بين غير واو وحيدة في جزعة عمى ورد قبلها كلمة كذب في صورتي الغاشية العلق وموضع عبس هو أول آية ولا لبس فيه يعني أنت رأسا تذكر موضع عبس وتولى لكنه الموضعين الذين في الغاشية والعلق تطابقا كذب وتولى يعني وردت كذب قبل التولى مارتين فننتبه إليها كيف نضبط مواضع يذكر سيذكر كل كلمة وردت مرة واحدة فقط وكما يلي أو يذكر فتنفعه الذكرى هذه في صورة عبس سيذكر من يخشى في صورة الأعلى بزيادة السين سيذكر في صورة الأعلى وهي الموضع المتأخر وقاعدتها أزيادة للموضع المتأخر إذن يذكر سيذكر كم مرة وردت كلمة الذكرى وردت كلمة الذكر ثلاث مرات في عبس الأعلى الفجر أو يذكر فتنفعه الذكرى فذكر النفعة الذكرى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى قبلها في عبس والأعلى ورد النفع فتنفعه نفعتي عبس والأعلى واشتركت الصورتين بحرف العين حتى أجعلها كعلامة عبس عين أعلى عين إذن جاء النفع من سينتفع المتقي والذي يخشى الله سبحانه وتعالى بينما في الفجر فاتأوان الذكرى يوم يتذكر الإنسان وأن له الذكرى سؤال 52 أضبط مواضع استغنى واستغنى عبس أما من استغنى الليل وأما من بخل واستغنى العلق أن رآه استغنى استغنى بحث في الوافع سورتي العبس والعلق علامتهم وجود حرف العين عبس عين العلق عين والطرفين واستغنى بالوافع الليل لاحظتم؟ ماذا أضبطها؟ أضبط بأنه الليل هي سورة متوسطة ما بين العبس والعلق فإذن قاعدتها اختلاف الوسط بين الطرفين المتشابهين إذن واستغنى مرة واحدة في سورة الليل كيف نضبط مواضع فأنت له فأنت عنه في سورة عبس لأنه أنا عندي فأنت له تصدى فأنت عنه تلهى لاحظوا معي له في الموضع الأول نربط اللام منها مع لام أول يعني عندي أول موضع فأنت 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 له إذن أول لام أول مع لام له ووردت عنه في الثاني نربط نون عنه مع نون ثاني على قاعدة الأول والثاني إذن في الأول له لم له لم أول عنه نون عنه مع نون ثاني لاحظتم أحبتي معناه في الأول فأنت تتعرض له وتصغي لكلامه ثاني فأنت عنه تتشاغل تلهى تتشاغل لماذا تشاغل حكينا أحنا ومرت معنا كيف نضبط مواضع مرفوعة مرفوعة كل كلمة وردت مرة واحدة يعني بهذه الصيغة اللي هي تنوين كسر مرفوعة مرفوعة تنوين ضم مرفوعة مطهرة في سورة عباس فيها سرور مرفوعة في اللغاشية تنوين كسر في آية عباس مرفوعة وعرابها في صحف جار ومجرور متعلق بحال من ضمير الغاي في ذكرة مكرمة نعت مجرور مرفوعة نعت ثاني مجرور مطهرة نعت ثالث مجرور لاحظتم أحبتي في الله جار ومجرور وبالرفع في الغاشية مرفوعة وعرابها فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة فيها الجار والمجرور في محر رفع خبر مقدم وجوبا عين مبتدأ مرفوع بالضمة وتأخر وجوبا لأنه نكر جارية نعت لعين مرفوع بالضمة فيها سرور مرفوعة يعرابها كفيها عين جارية كيف نضبط مواضع ولا أقف هنا أتصور أقف هنا حتى لا يطول زمن الدرس والحلقة المهم أنه شوفوا أبرز المحاور في سورة عبس ركزوا عليها والفوائد التي ذكرناها الله تعالى يرضى عنكم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم على أمل اللقاء بكم مجددا في حلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا